موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيأ لنا من أمرنا رشدا رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم فإنك تعلم ما لا نعلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي أيها المشاهدون الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص تفسير سورة الكهف المباركة التي أعددناها ورأينا أنها منهجا لتكوين الأمة ومنهجا لترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية والسلوكية وبعد أن مر معنا في الحصتين الماضيتين مصير الكافرين والجاحدين والمكذبين بالله وآياته ومصير المؤمنين المتقين الذين يعملون الصالحات ها هي سورة الكهف المباركة تحول بنا عدسة المشهد والبيان القرآني لتقدم لنا نموذجا آخر عن الإنسان ولتقدم لنا القصة الثانية من القصص الأربع الواردة في سورة الكهف المجيدة القصة هي قصة صاحب الجنتين وحواره الشيق الذي دار بين مؤمن تقي نقي قلبه موصول بالله وبين عبد من عباد الله آتاه الله مالا وكنوزا وخيرا ولكنه أراد أن يكون في عداد المستكبرين والمعرضين عن الله وآياته انتبهوا معي فإن هذه القصة الثانية تبرز الفتنة الثانية التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان في حياته فإذا كانت قصة أصحاب الكهف عرضت لنا الفتنة في الدين والعقيدة فإن هذه القصة قصة صاحب الجنتين تبرز لنا خطر فتنة المال وفتنة الدنيا وأن تنفتح الدنيا بزهرتها على عبد من عباد الله فتأملوا يا إخوة الإيمان تأملوا قول الله تعالى حين يرفع الستار عن المشهد الأول من هذه القصة الثانية بقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا هذا هو المشهد الأول والمصافحة الأولى مع هذه القصة الله تعالى يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يضرب هذه القصة مثلا للمشركين وللمعاندين وللمستكبرين عن الله تعالى هذه قصة واقعية ليست من نسج الخيال أوردها القرآن الكريم وورد في بعض كتب السيري والتفسير أن هذين الرجلين كان ابنين لأب من بني إسرائيل مات الرجل فوارثه ابناه هذين الابنين فقام المؤمن إلى ذلك المال وترك جزءا ينفقه على أهله وعياله استثمره لحاجته الخاصة وأودع ما بقي معه من مال في أوجه الخير والصدقة والمعروف وأنفقه على الفقراء وقام الثاني الذي يمثل العنصر الجاحدة الكافرة بنعمة الله فأمسك وقبض ولم ينفق من ماله شيئا في سبيل الله ولم ينفق شيئا في سبيل إعانة الفقراء والمحتاجين الأول دفعه إيمانه إلى الإصلاح في الأرض والثاني دفعه جهله وإعراضه عن الله وغفلته عن الله دفعته إلى الإمساك والتقطير والأعراض عن أمر الله تعالى ولذلك تأملوا معنا أيها المشاهدون الأفاضل تأملوا في روعة البيان القرآني حين يقول في المشهد الأول واضرب لهم مثلا اضرب مثل للكافرين وللمعاندين لعلهم يرتدعوا لعلهم ينتفعوا واضرب هذا المثل أيضا للمؤمنين حتى يثبتوا على ما هم عليه وحتى يزدادوا خيرا ويزدادوا برا ويسيروا مسرعين في طريق البر والمعروف وإعانة الفقراء واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وتأملوا معي نفس المنهج القرآني يقول رجلين لم يذكر أسماءهما كما لم يذكر أسماء أصحاب الكهف لأنه ما الذي ينفعنا في أسمائهما لا شيء إنما الذي ينفعنا هو الأعمال هو التصرفات هي النيات السليمة والإيمان الصادق قال جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب والجنة في اللغة تطلق على البستان الذي تكثر أشجاره وتتوارف أغصان الأشجار ويصبح فيه الظل الظليل يطلق عليه جنة قال جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب أي الأشجار المثمرة ذكر الله هنا أبرز ما في هاتين الجنتين أي الحديقتين الكبيرتين أو الحقلين الكبيرين أو المزرعتين الكبيرتين أبرز ما فيها أشجار الكروم يعني أشجار العنب كما نعلم نحن جنتين من أعناب ثم انظروا إلى هذا المشهد البديع وانظروا إلى تمام النعمة التي أضفاها الله تعالى على هاتين الجنتين وكم حب الله تعالى هذا العبد هذا الرجل رغم كفره ورغم عناده ورغم تصل بقلبه انظروا كيف بسط الله عليه في الرزق فسبحان الله سبحان الله ما أوسع حلمه وما أوسع صبره سبحانه وتعالى جنتين من أعناب وحففناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا تبارك الله أحسن الخالقين كأن الله تعالى عبر هذا التصوير القرآني يبرز لنا الصورة المثلى لاستغلال الأرض وبالله تعالى في هذا في هذا إشارة إلى علم النباتات وعلم الزراعة وكيف يمكن أن تستغل الأرض أحسن استغلال فتعبر بالنخيل التي تحف أشجار الكروم كأنها كاسحات الرياح وأشجار الكروم فيها ما فيها من الثمار والمنظر الجميل ثم المزارع تحت ذلك كأن هذا الرجل آتاه الله ثماراً تتعاقب فصلاً بعد فصل فهو يزرع ويحصد وهو يجني ثمار العنب وهو يجني التمر والمنظر تصوروا معي كيف يكون هذا المشهد وكيف يكون هذا المنظر هذا تمام نعمة حري بالسادة المهندسين في الزراعة أن يدرسوا هذا المشهد في حسن استغلال للموارد وللأرض في أبهى صورها ثم قال تعالى بعد ذلك كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً أي الحديقتين آتت الثمار كأفضل ما يكون الصابة المضمونة الثمار السليم النقي من الجراثيم ومن العاهات ومن الأوبئة النظارة كانت كأبهى ما يكون والإثمار كان كأبهى ما يكون والروعة والجمال كأبهى ما يكون أتم الله نعمته على هذا العبد قال ولم تظلم منه شيئاً أي لم تنقص منه شيئاً آتت ثمارها كأحسن ما يكون على سبيل يعني النوعية على سبيل المذاق على سبيل الإنتاج كانت في الوفرة في الإنتاج كأفضل ما يكون ثم يقول الله تعالى زيادة في إبراز ألوان نعمته التي أنعمها على هذا العبد على هذا الرجل قال وفجرنا بينهما نهراً أي أن الله زاده من أسباب دوام هذه النعمة أن أجرى له نهراً يجري بين هاتين الجنتين فأسباب الحياة وأسباب النماء متوفرة وانظروا إلى لفظة القرآن وفجرنا أي الله سبحانه وتعالى هو الذي فجر هذه العيون تجري وتنساب لتسقي هذه الحقول وهذه الجنان ألم يقل الله تعالى وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ؟ أي أودع الله من أسباب الحياة ومن أسباب تمام النعمة لهذا الرجل ما في الأصل أن يجعله من الشاكرين أن يجعله من المستشعرين لفضل الله ونعمته أن يجعله من المحسنين أن يجعله من المتصدقين هذا الأصل لكن لا يكون هذا إلا مع الإيمان فمن عمر قلبه الإيمان نعم يكون من الذين يستشعرون فضل الله ونعمته ومن الذين يؤدون حق الفقير فيما آتاه الله سبحانه وتعالى ثم يقول تعالى وَكَانَ لَهُ ثُمُرٌ أي عند نضج الثمار ووفرة الثمار في لحظة الزهو في لحظة الفرحة في لحظة تمام النعمة دار حوار بين صاحب الجنتين وبين أخيه المؤمن دار حوار يبرز الفرق بين المؤمن وبين الجاحد بين المؤمن وبين المكابر قال تعالى وَكَانَ لَهُ ثُمُرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاورُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا